اشتركوا في القناة وانما بعقلانية والهدف دائما يكون المواطن والانسان ولبنان اولا مشان هيك رح استضيف بالبداية سارة ابو مراد اهلا وسهلا فيك سارة وزينب عثمان كمان اهلا وسهلا فيك خلينا نحكي من هي سارة لا يعرفوا الناس وقتها يحضر او حضروا او يتابعوك ليش انت لازم تكون بمناظرة انا خريجة الجامعة اللبنانية بكلية الالام يعني صحفية وبذت الوقت كافيت ماسترز بالنشر والتواصل باللغة العربية وحاليا كمان استاذة لغة عربية وتربية وطنية فانا عندي كتير اشياء اولى وعندي كمان يمكن فيه ناس انا بمثلهم فكرون رحكون انا عم بحكي بهذا الحلقة وبالحلقات السابقة كمان اللي شاركت فيها زينب كيف بتعرف عن حالك انا بعرف عن حالي ان انا امرأة البكية عندي قضايا كتير لازم انقلها واحكي عنها بتستهل انه يتعبر عنها قضايا ناس عايشين حسب مزاجية القانون ومزاجية الدولة ومزاجية المجتمع غير انين بالاحكام المسبقة فئات مهمة شيء اذا بدك منهم ذوي الاعاقة لان انا امرأة عندي اعاقة من لما كان عمري سنة ونص انا مجرد كوني امرأة احمل الكروموزوم اكس هايدي مجرد اول قضية واهم قضية بحياتي ثم اني انا ام لطفل اجنبي لا استطيع ان امنحه الجنسية واليوم رح نحكي عن هالموضوع اليوم تابعونا بالحلقة فنعرف اكتر عن الموضوع دايما عندما يكون في دي بيت او هيدا المواجهة خلي نقول لازم يكون الهدف خير المجتمع او خير الانسانية بشكل تشنجات بين بعضكم ولا بعدين بتطلعوا بنتيجة ترضي الافريقاء كل يعني هو الهدف اخشين من المناظرة انه اطلع بحل او بتوصيات كمان يعني المشاهد يستخلص انه هل اقتنع شو هن الحجج يلي فعلا عن جد انا لازم سينت فيها هيدا الاطروحة ولا لأ تاني فريق ما معه حق بس اكيد اخر شي بيكتطلع ربما باقتراح حلول او تطلع لبعدين شو طلع بالموازنة معا نكون لست ويك هلأ التصويت طلع لصالحنا فريق المعارضة انه لأ موازنة 2024 منا مخرج للازمة اليوم اولا الموازنة ما فيها تكون مخرج هي عبارة عن ارقام ولكن الفرق انه انا اليوم كيف بضغط النفقات من وين انا عم جيب اراداتي هل من جيوب الناس اما الدولة لازم تعمل شغلة لحتى تلاحق المخالفات وتجميهم من الغرامات او تستثمر ربما بمشاريع او سروات بيقدروا يجيبوا مننا لغطوا نفقات بعيدا عن الحل السريع والما بدوم لهو ضرائب ضرائب وجيوب الناس زينب لو كنت بي حلقة الموازنة كنت الى جانب اكيد ايه طبعا لانه عطول الموازنات باللبنان عم تنفرض على حساب الناس وعلى حساب الفئات الاكثر فقرا بعد 2019 صارت اكثر من 45% من العالم ما بقى تتحمل ضرائب غير مباشرة ولا حتى ضرائب المباشرة فانحنا عنا هدر كبير في الدولة لجهة الاملاك البحرية ولا الاملاك العامة المتعدة عليها او لجهة استثمارات نحن مش عم نقدر نستفيد منها لمصالح سياسية تحت الطاولات فنحن لازم نصوي بالبوصلة بالانفاق وبميزان المدفوعات او بميزان التجاري بشكل مزبوط نطلع بقى من الريعية ونفوت اكتر على القطاعات الانتاجية لحتى نحسن الاقتصاد ونوقف البلد على اجهزات سارة ايه نقطة لعبتوا علي او كانت نقطة الاضعف لقدرتوا انتوا تربحوا هي موضوع الخطة يعني ما في كانت خطة رؤيوية لها شو هو المشروع انا اللي بدي قوم فيه اقتصاديا يعني غير ان المخالفات الدستورية كمان ضرب مبدأ المساوات هذا غير اذا في نقاش كمان بالبلد حول دستورية الموازنة اذا هي جاية من حكومة تصريف اعمال ومشكلة الوزراء موقعين عليها وغياب رئيس الجمهورية يعني ما في انا اخذ دستور من يوء على كارت فايا بدأت تجي درجة دستورية ونقشها يا لا يعني فيدي بيت حول دستوريتها وحول المضمونة نعم اليوم زينة بو سارة متشئين على هيدا الموازنة المشروع على الموازنة وانما لحتكونوا مختلفين على قضية اخرى كيف قضية المرأة يعني حتكونوا مختلفين الاختلاف حلو بمجتمعنا حقاوي اوقات بيكون حقاوي اوقات بيكون لا بالنهاية نحن عم نعمل دي بيت عم نطرح قضية بشكل راقي على تليفزيون لنقلها للمجتمع ليصير الدباء اكتر بين الناس وهم يقدروا يأثروا ويطلبوا من الدولة او يضغطوا بمجال التغيير هذه القضية اليوم اللي بدا نحكي عنا هي قضية بتمس كثير من النساء بتمس المرأة بشكل خاص وبتمس المعاناة اللي بيعيشوها كتير عيال فخلينا نشوف اليوم بالديبيت والناس بتحكم هلأ وين المستندات على شو بني الديبيت عندك هي يوم الأطروحة هل منح المرأة اللبنانية الجنسية بشكل تهديد ديموغرافيا صحيح نحن رح نطلق من الأطروحة لحتى نساند أو نساندة أنا مفريق المساندة نعم بتشكل تهديد ديموغرافيا مين إلى جينبيك إلى جينبي في معي ضيف اللي هو مستشار القانوني للنائب جبران باسيل هو مساند للأطروحة كمان معنا وكمان في المهندس معكم معنا في المهندس زينة سلامة والمهندس المالي كمان في راس الحج لأنه القضية محمولة من قبل السيدة كلودين مشايك صحيح ولكن هي مش طيارة الفكرة أنه الموشن طبع الحلقة محصورة بأرجمان حدد طبع اللي هي التهديد الديموغرافيا جزء التهديد الديموغرافيا بالضبط موجهة موجهة عظيمة بالضبط فمنه هذا الشيء اللي نحنا بدنا النقش وإلى جينبي طبعا طالبة دراسية العليا بالعلاقات الدبلوماسية ماريا رحال وطالب الطب بلال الحلبي وحدنا الضيفة رح تكون مادام كريمة شبو اللي من حملة جنسية حقهم لي ولأسرتي فبعتقد الطرفين فيهن اختصاصات وفيهن اهتمامات وفيهن عمق بدراسة الموضوع فاللي بهمنا أنه نقدم حلقة راقية وننقل القضية من كل الوجهات النظر بشكل راق ما في شك أنه برجع بقول الهدف هو المرأة هو الإنسان ولبنان هيدا أهم شيء بتلعبوا على العاطفة يعني هوني موضوع أو أطروحة منا بروت يعني عم نحكي مشاعر عم نحكي نسا عم نحكي ليلة نهارة هيدا الموضوع عم نحكي لأ خوف مجتمع آخر تتغير التكمين الديموغرافيا لح تلعبوا لعبة المشاعر بالواقع يعني إذا بديك تنقل الواقع ما في مشاعر بالأنون ما في عواطف هند اللي حيلعب العواطف بديك تكوني objective وهي دي نقطة القوة أنه ما تدخل الشخصاني أنا هلأ امرأة متزوجة من أجنبي ولا أستطيع أن أمنح عائلتي الجنسية بس رح كون objective كتير بطرح الموضوع لأنه subjectivity ما فيك تروحي على محال تكسب عاطفة فئة وتبعد ناس تنين عن ناس يعني نقاش علمي بديكونا مية بالمية هولي نقاشات وكان عندكم تجارب سابقة بتغير يعني بتغير روتين معين معتمد نحنا ببلدنا ولا بس حتبقى مناظرة على التلفزيون ونشوف حالنا فيكن أنه عندنا هلأد طاقة شبابية بحس هذا بينقاس على المدى البعيد يعني مجرد ما فيه أوديانس عم تحضرنا أنت اليوم عم بتجي بيها لأنه تحضر شراقي بدل ما عم بتقدمي لها معارك على المنابر الألمية اليوم عم بتقدمي لها حجج علمية بمجرد ما عملت هذا الخطوة أنه وحدنا أول شي بس المباشر على قناة الـ OTV الجديد التقال والريديوز باللبنان هذا أمر أول شي كتير أساسي هالحالو بتشعري كتير حلوة وتشوف النواة وكلنا عم نحكي نفس اللغة صح وين ما تروح عم بتشاهد هيدا المناظرة هيدا خطوة إيجابية غير أنه الأساس الإيجابية علينا نحن يعني نحن بنعمل رشاش كتير متعمقة اللجنب كمان نستمع للمتخصصين بنقدر نفكر شو الآخر ممكن شو البرسبكتف معقولة بعد آخر لأن إيشنا فيها هذا بحد ذاته مجهود وهيك رحلة فكرية كتير حلوة زينة ملح تنطلق من تجربتك فيني أذكر تجربتي وفي أذكر تجربتي مثل تجارب كتير نيساء بس هون بعد يقول شي بخصوص اللي كانت عم تحكيه سارة أنه أكيد الحكي بيننا بغير لأنه الصمت أكيد ما بغير مئة بالمئة دايما لما نضلنا عايزين حالنا متما ترسين وراء أفكارنا بدون ما نشاركها مع الآخر هون الحتمية أنه ما بيصير في تغيير أكيد أما أننا نحن نتشارك الأفكار بيكون أنا عندي ولا واحد بالمئة أني اتفاهم وجهة نظريك فهون أكيد فيه إمكانية أنه سيف يتغيير أنا بدأ لكم جود لك لليوم شكرا شو بتحب تقول للمتابعين اللي ناطرين بحماس اليوم الحلقة كتير فيها سوسمانس وحلوة وبتخيل كمان رح يتفاجعوا بوجوهات النظر من الميلتين هيك بتصور فأنا بطلب منهم ينتروا الساعة تسعة ونص المساء يحضرون على الأوتيفي وعلى القنوات الزميلة كمان للأوتيفي وزينة وأنا بدي أقول أنه هايدي قضية واحدة من أهم قضايا النساء باللبنان بتمنى أنه الكل يتبعنا والكل يسمعنا بي أوبجيكتيفيتا كمان بي موضوعية لأنه نحن مش جايين نعمل استعراضات نحن جايين نحكي بقضايا بتهم المجتمع ولما تاخد وزنة على صعيد التشريع كثير رح إشياء تحت تغير في لبنان فمترونا تسعة ونص المساء ببث مباشر موحد على جميع القنوات اللبنانية والراديوهات سارة أبو مراد وزينة أبو عثمان أهلا وسهلا فيكن ما ذكرت أعماركن بس أنتوا دون ثلاثين خليني أقول هل أد في طاقة وقوة وأكيد على المدى البعيد لحيكون في تغيير مستقبل لهيدول الشباب الحلوين يلي عم يجربوا بالفكر وبالأنون غيره يمكن مجتمعاتنا أهلا وسهلا فيكن شكرا مشاهدين عفاص البسيط ومنتابع ترجمة نانسي قنقر